ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أعرب جلالته فيها عن الاعتزاز بتهنئة سموها بهذه الذكرى المجيدة مؤكدا جلالته أن مثاق العمل الوطني جسد وحدة الشعب البحريني الوفي وإجماعه على المبادئ والثوابت الوطنية الجامعة وأشاد رعاه الله بالمنجزات الكبيرة والمشرفة التي تحققت للمرأة البحرينية بفضل المبادئ والقيم التي جاء بها المشروع الإصلاحي والدور البناء الذي تطلع به صاحبة السمو على رأس المجلس الأعلى للمرأة والتوجهات السديدة لسموها سائلا جلالته الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى العزيزة على سموها وعلى مملكة البحرين وشعبها وطنا عزيزا متقدما مزدهرا بإذن الله تعالى